السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة طوب لوك أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وانتم لا تشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله سنقترح لكم حرشة فرديين كي يأتي وحشاش وخفاف ومضا قلدات كثيرا سوف يكونوا معتمدين عندكم حضرهم في طور الصباح او في المساء أتمنى ان او مينالوا اعجابكم لكي ترى القناة الاول مرة لا يستطيع اشترك فيها وفعل جرس لكي تصل دائما بجديد الوصفات اعجابكم فيديو بارتجوهما لأحباب والأصدقاء بجتعم الفائضة بلا ما نزيد نطولي لكم مشو نشوف المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة اذا بسم الله على بركة الله نحن نضيف الوصفات هنا يوجد حباس بيض اعجاب سفار البيض نضيف لهم رشة الملح ونضيف لهم كأس العربع سكر حبيبات ونزيد لهم كسم سكر فعني نضيف الخلط الجيدا نضيف الخلط اليداوي يمكنكم تتعامل الخلط الكربائي فهذا ليست ضروري بسرعة يوجده نضيف اليوم هنا نصف كأس دي السيس ونخلط سكين دامجوا العناصر مزيان نضيف اليوم هنا نصف كأس دي السيس ونضيف اليوم هنا نضيف اليوم الضغرط نضيف اليوم هنا نضيف اليوم الضغرط كيس كون هكا متوسطة هدي نغرب لها هدي نطفع لي هنا يكيس من الخامير الكيميائية سبعة جرام ونغرب لكل مزيان هكا وغادي نخلط جيدا هنا بنسبة الخالط فاكي يختلف على حسب الكمية يعني ديال الحجم ديال البيض وكذلك الزيت ليز تعملته فهنا اخذت لي الخالط كأس ونصف هدي نوريكم القاوم ديال وكيفاش خصو يكون بهاد الشكل كما كتلاحظو اخذت معايا كأس ونصف هدي نخليها نخليها الى جنب كي تشرب قاعد غادي ندهن هدي نايا الليمون اللي غادي نستعمل انا استعملت هدي القوالب اللي كيكونوا فرديين يمكن لكم تديروا مول كبير وتدخلوا هالفران طيب فماشي مشكل غادي نايت ناوي الخالط ديالكم حتى كيتشرب شوية ما تديروا شو هو خفيف فغادي سيحليكم في الفران صافي ندهن هدي نايا بالزبدة وغادي نرشهم بالساميد بهاد طريقة فبالنسبة لكمية فخرجت ليات من يدي القيطع انا كنت ادرت غسطة فراها خرجت كمية اللي مزيانة سوف نعود نخلط الخالط جيدا بهاد طريقة ونعمر القوالب اللي فما تعمروش القوالب اللي بحتها الفوق نعمروغين نصف ديالهم حتى ندخلوه الخالط ديالنا خليوه فين غادي تنفخ ويطلع وفي هذه الأثناء راحنا كنكونوا مسخنين الفرن على نار اللي كتكون متوسطة لا يأخذوا وقت طويل تقريبا 1-8 دقائق حتى 10 دقائق كيكونوا طيبين يأخذوا واحد اللون هكا كي يتحمروا من الأسفل كي نزلوهم يتحمروا من فوق كي نخرجوه كما تلاحظوا خفاف كما تلاحظوا معي بحل شكل الكيك سوف ندهنهم هنا بالمربة المشماش يمكن لكم الدهنهم بالعسل فليس ضروري المربة سوف ندهن الوجه ديالهم جيدا بعد طريقة سوف نزينهم بالكوكاو أو الفول السوداني مهرمش هم حمر من قبل أو اللوز اللي كان متواجد تزينو به أو الكوك فارهم كي يجيوا لدات بزاف ما عديش تصغنوا إليهم ونجربوهم إن شاء الله هنا بالنسبة لي ملقوش ذاك الياغورت فهم كي يديروغي كأس ديال الحاليب فماشي ضروري يكون الياغورت سيلا ما كانش متواجد أما إلا كان متواجد فاره كي يعطي واحد البنزوينة بزاف لهذه الحريشات سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نسألي التزين ديال القطع كاملين أرجو نتلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي بصح نتقديم شكرا 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 اشتركوا من هذا اليوم صحيح خفاف وشاشة شاء الله تجربوا من هذا المشاهد سأقوم بتمكن من قطعة لنرى الحريشات من الداخل كيف يكون اتمنى ان اجربوهم سأعجبكم لنستحق التجربة صحيح خفاف وشاشة اشكركم دائما على التعليقات التي تتعلمون من المشاهدة نتراكم في الوصفة الجاهة بصحة وراحة ومع السلام ترجمة نانسي قنقر